بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية المقصرات في المنام. هنعرف اهم البشرات اللي بتحملها لنا رؤية المقصرات. اه كمان هنعرف اهم الانواع اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. هنعرف برضو تفسيرها بشكل اه مختصر. اه اولا بشكل عام رؤية الاكل المقصرات ونشوف الرأي ان المقصرات طعمها حلو. اه سليمة مش مش عفنة او مش فزدة. اه من الرؤية اللي بتدل على قدوم خير للشخص. على تخطيء اه متاعب. تخطيء اه صعاب. اه كمان المقصرات من الرموز اللي بتبشره. بيجزب مال ومال اه كتير. كمان المقصرات من الرموز اللي بتدل على الرفاهية. وعلى تحسن في حالة الرأي المادية. اه من الرموز اللي بتدل على لغينة وعلى حصول الشخص على اه صروة. اه اما المقصرات الفزدة في المنام. فالاسف من الرموز اللي بتكون شوية غير رؤيتها غير محمودة. اه ممكن تدل على ديئة. على حزن. على هم. على اه متاعب. اه ممكن يقابلها الرؤي. انواع المقصرات بشكل عام اه من اشهر الانواع اللي احنا ممكن نشوفها في المنام. اه هو رؤية الجوز. اه رؤية اجل الجوز في المنام اه من الرؤى اللي بتدل على الصحة. وعلى بركة وعلى عفية وعلى طول اه عمر لي الرأي. لما يشوف انه بياكل لوز اه في المنام فضيرة فهية وغنى وصروة وتحسن في المعيشة وصلاح حال الرأي اه بشكل عام. رؤية الفوزدق الحلبي في المنام من الرموز اللي بتدل على القرم وعلى العضاء. اه كمان الفوزدق اه لما يشوف الرأي انه بياكل الفوزدق اه ولكن الفوزدق ده شوية اه غير يعني فاسد او طعمه في تغهير احيان بيدل على هم او حزن او متاعب او ديون. الزبيب في المنام من الرؤى اللي بتدل على تحقيق ارباح وتحقيق اه مكاسب ولو كان الرأي عليه ديون او بيمر بازمة ملاية فمن الرموز اللي بتدل على السادات الديون دي. اللي فتال عزباء اما تشوف المكاسرات في المنام فبين الرؤى اللي بتبشرها بالزواج وزواج القريب من شخص اه مناسب. رؤية المكاسرات اللي من غير قشر في المنام اه ده بشارة ليها بخير وبرزق وبرزق كبير. كمان بتحقيق اه امنيات يمكن الامنيات دي تكون خاصة بالنحية الشخصية او خاصة اه بعملها. كمان الفتالة عزباء بتشوف نفسها ان هي بتاكل المكاسرات مع شخص هي بتتمنى ان هي تتجاوزه او مع شخص مرتبطة به اه من الرؤى اللي بتدل على الزواج القريب وتخطي فترة فيها متاعب وفيها اه تحديات. اه رؤية اشر المكاسرات اه من الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد ليها كمان بشارة باخبار اه صارة اه بشارة باموال اه هي هتحصل اه عليها. اه كمان المرأة المتزوجة. المرأة المتزوجة لما تشوف المكاسرات بشكل عام اه رؤية المكاسرات من الرموز اللي بتبشرها بالحمل. اه كمان لما تشوف ان هي اه جوزها بيهاديها بال بالمكاسرات فتستقرار وامان وسعادة ويود ومحبة ما بينهم. اكل المكاسرات كمان للمرأة المتزوجة بشارة لها بمال وبشارة لها بمروز هي اه هتحصل عليه. لما تشوف ان هي بتزرع المكاسرات من الرموز اللي بتطلع على اطفال وعلى الزرية وعلى اه اولادها لو كان عندها اه اولاد. اه كمان المكاسرات للمرأة الحامل. المكاسرات للمرأة الحامل من الرموز اللي بتدل على انجابها للطفل هي بتتمنى. يعني لو كانت بتتمنى ان هي تنجب اه ولد فان شاء الله تنجب ولد. لو كانت بتتمنى بنت فان شاء الله ولادتها لبنت والله أعلم وأعلم كمان أكل المقصرات من الرموز اللي بدل على ولادة سهلة وكمان ميسرة كمان صحة ليها هي ولي جنينها لما يشوف الشخص كمان أنه بيأكل عين الجمل أو بيأكل الجوز أكل عين الجمل في المنام برضو من الرؤية اللي بدل على مال سواء اللي شاف الرؤية دي رجل أو امرأة كمان عين الجمل من الرموز اللي بدل على الزواج للشخص الأعزب برضو للرجل ولي المرأة أما عين الجمل الفزدة أو اللي هي غير صالحة للأكل أحيانا بتدل على قلق أو حزن أو مشاكل أو يأس أو خيبة أمل للأسف كمان أحيانا بتدل على ضيقة في الرزق أو مشاكل هيعاني منها الرأي أما عين الجمل اللي يشوفه طعمه حلو فده فرج وراحة ليه الرأي آآ كمان أجل البندق في المنام أما يشوف الشخص أنه بياك والبندق وكان طعمه حلو فده مال هيحصل عليه ممكن بعد عمل أو بعد جهد البندق كمان من الرموز اللي بتدل على آآ آآ لو كان شافه أنه طعمه حلو ده مال آآ كتير ومال هيحصل عليه من مصدر حلال آآ أما اشرق البندق في المنام أحيان بيدل على صعوبة ممكن يمر بيها الرأي آآ كمان البندق من الرموز اللي بتدل على مال وعلى أبناء آآ كمان لما يشوف الشخص أنه بياكل اللوز أكل اللوز في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على مال وعلى صحة لو كان رأي مريض فمن الرموز اللي بتدل على الشفاء من الرموز اللي بتدل على الأمل وعلى التفاؤل الفصدق في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على النجاح نجاح الشخص سواء في آآ عمله أو في حياته آآ العاطفية أو حياته آآ الشخصية آآ كمان أكل الجاء الكاشو في المنام عم يشوف الرأي إنه بياكل الكاشو فمن الرأي برضو اللي بتدل على الخطوبة وعلى الارتباط لو كانت فتاة غير آآ متزوجة آآ برضو من الرموز اللي بتدل على النجاح وتحقيق طموحات وتحقيق أهداف آآ آآ الكاشو المبعتر آآ في المنام أحيان بتدل على أحداث ولكن الأحداث دي شوية هتكون غير آآ سعيدة آآ ممكن تدل على أحداث تدل على سماع الشخص اللي أخبار شوية الأخبار دي هتكون أخبار آآ سيئة فعليه إنه هو آآ يحزر ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية المقصرات وتكلمنا على الأهم المقصرات اللي احنا ممكن نشوفها في المنام اتكلمنا عنها بشكل سريع آآ باتمنى إنه يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو آآ استفسار اكتبوا لي تحته أنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة شكرا